بسم الله الرحمن الرحيم وبينا استعين وعلينا اتوكل ازيكم شباب يا رب يكونوا خير النهاردة ان شاء الله بإذن الله من غير معاطعة ربنا هنبدأ نتكلم عن اول محاضرة من محاضرات مادة البارة قبل مبدأ المحاضرة عايز اقولك كذا كلمة او كذا نصيحة في الابطل طيب انت هتكمل في المادة ده ايه او مش هتكمل فيها يعني لما ديك مثلا تتزنأ هتقول انا مش مذاكر كذا طبعا انا جايلك من المستقبل البعيد اوي واتمنى من الله ان انت ما توصلش للليفل ده فاول مادة بتضحي بها يا البارة طيب ايه السبب بقى يا دكتور ايه السبب السبب بقى يا باشا هو ان انت بتذاكر في البارة ديت غلط بتذاكر البارة غلط وهقولك غلط الوقت ازاي احنا النهاردة مثلا على تبيلي المثال هناخد ورقتين ورقتين هتلاقي الورقتين تجيب بص ايه ده كل دي مصطلحات طب والله ما انا مذاكر كده لانك ماسك المادة او ماسك الورقتين عايز تحفظ بالحرف وبالنص مفيش الكلام ده انا في الامتحام مش عايزك تسمع لا بالحرف ولا بالنص وعايزك كمان يا باشا تحل الامسك يو تشبه على الكلاء في المادة دي مش عايزك اللي هو يعني تمسك وتسمع وتروح وتيجي وتقعد في الورقتين ساعة وساعتين ليه انت الوقتي عايزك تذكر المادة ديك كل حاجة مميزة كلمة مميزة او كل جزئية كلمة مميزة بس وبالور حواليها الاجابة سواء نظري او سواء امي سي كيو زي ما اشرح لك الوقتي فان انت تمسك الورق او الالم وتسمع وا 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 والله ما ينفع ولا هتكمل فما تأنفش ضميرك وانا بشرح دي دوري اقولك الكلمة المميزة ان انت تحفظها هنا ايه او هتلاقيها متعلمة في المذكرة هتلاقي مثلا في المذكرة هل احضط لك الوان احمر واصمر واغدر واصفر ده بايه الالوان دي يا باشا عشان اقولك الكلمة المميزة اللي ما تنسهاش طيب الباقي عادي بقى مش مشكلة فده نصيحة نصيحة عشان ما تكرهش المادة وعشان تكمل فيها ان شاء الله طيب يلا يا باشا بقى بسم الله الرحمن رحيم نبدأ عندنا ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن حاجة اسمها الميديكال بارا ساي طولوجي طبعا انت زيئتي كلام يعني ايه زيئتي كلام يعني جيت عندي في المايكرو شوية قعدت اقولك ان المايكرو بايولوجي اولوجي يعني علم وبايو يعني لايف ومايكرو يعني صغير العلم الذي يهتم بدراسة الكائنات الصغيرة رحت عند بتوع الباسولوجي قالك باسو يعني مرأة أولوجي يعني علم العلم الذي يهتم بدراسة الأمرأة رحت عند بتوع الفيسيولوجي قالك فيسيو يعني وظائف الجسم أولوجي يعني علم العلم الذي يهتم بدراسة وظائف الجسم كلام عوض لا يمت للعلم بصلة أما الإباءة نفس الكلام عليش بس عشان نكمل السلسلة بتاعتنا وتبقى أنت كده خلص أولوجي يعني علم بارا أو بارازايت اللي قدامك ده يعني طفيل يبقى العلم الذي يهتم بدراسة الكائنات المتطفلة او فيما يطلق عليه بعلم الطفاليات الطبية يعني من الاخر كده انا جاي ادرسك مجموعة من الكائنات بتتطفل وهنعرف يعني ايه الوقتي حالا بتتطفل تمام تمام في البراسيتولوجي بقى يا باشا مقسمينها الى افرع او برانشات تمام تمام فانا في البراسيتولوجي هادرس ثلاث حاجات وهاخد عنهم هذا الموديول او هذا السيمسطر مقدمة عن الثلاث حاجات دول في البراسيتولوجي في الاول كده يا باشا بالمناسبة انا عايزك تركز معي في الشرح وبعد كده هقرأ معك المذكرة انا هقرأها معك ما تقلاش انا هادرس اولا الديدان والديدان عندنا اسمها الهلمنسيز والهلمنسيز او الديدان دهي برضو من ضمن مكونات البورا بتاعتي او الورم يبقى البرازيتك هلمنسيز طيب او كمان هادرس حاجة اسمها البروتوزوة ونتكلم عنها برضو في محاضرة الوحدة يعني بروتوزوة الاوليات او الخلايا وحيدات الخلية او الكائنات اسف وحيدات الخلية هادرس كمان حاجة اسمها الارثرو بودز يعني ايه ارثرو؟ ارثو دهي يعني مفصل وبودز دهي يعني جسم الكائنات ذات الاجسام المفصلية تمام تمام في منها انواع واشهر نوع من الارثرو بودز هي الحشرات فلذلك مجازن كده بنقول على الارثرو بودز الحشرات يبقى الهلمنسيز هي الديدان البروتوزوة هي الاوليات اوليات وعندك الارثرو بودز هي الحشرات هو ده ان شاء الله بازن الله اللي هدرسه طول عمري او طول حياتي في البرازيتولوجي ده المحتوى بتاعي هناخد طبعا عن كل شيء من دول مقدمة كده كلمتين على السريع في هذا السمستر او في هذا الموديول وبعد كده هنبدأ نتكلم عنه وناخد طفل طفل وندرس حياته بالتفصيل يقش تمام تمام طبعا يلا بايا بايا نخش في الموضوع بتاعي قبل ما ابدأ اخش في الموضوع بتاعي انا عايزك كده تيجي في جنب المذكرة وتلخص الحتة تانية اللي هقولهم لك دول هنبدأ الوقتي وناخد شوية مصطلحات وعايدك تكتب المصطلحات اللي هقولها لك في جنب اول مصطلح عندنا مصطلح اسمه البرازيت حل؟ حل واحد يقول لي ايه دكتور برازيت اقوله هو عبارة عن الطفيل او الكائن المتطفل تمام؟ يبقى برازيت ده تعني الكائن المتطفل طيب الكائن المتطفل ده هيتطفل على ايه؟ هيتطفل على شيء اخر غيره بمعنى ايه انت ليك مثلا صاحب فتقول ده ايه ده صاحب ده هو متطفل اوي عمال يلزق فيه تمام؟ نفسي الفكرة بالظبط لما يبقى عندك دودة هلو متطفلة يعني من الاخر هتتطفل على مين؟ هتتطفل على شيء الشيء اللي بتتطفل عليه ده هو بقول عليه ايه او بسميه بقول عليه هوست يبقى كلمة هوست ده هي تعني عائل وليس عاقل لا عائل شيء بيعول بيحوي تمام؟ حلو يوم واحد سألني يقول لي طيب ليه الطفيل ده هو؟ هيتطفل على عائل ليه هيدخل على عائل تاني او هيدخل على كائن تاني هقول لك والله هو هيدخل على كائن تاني مبدئيا كده ممكن يدخل فين في الكائن ده؟ قال لك والله ممكن تلاقيه جوة ان او برا ان يعني ان يعني داخل العائل يعني ايه داخل العائل؟ يعني لو افترضت على فبيل المثال ان العائل ده هو الانسان ان يعني داخل جسم الانسان اما الان على سطح جسم الانسان انا ما دخلش جواك ده ما كان او طيب داخل جوة العائل يعمل ايه دكتور هذا الطفيل؟ قال لك والله يداخل عشان يستمد منه حكتيه اول حاجة ياخد منه الاكل اللي هي عباره عن ويحصل منه على اللي هي عباره عن الحماية يبقى انت عندك الطفيل لما بيتطفل بيتطفل لغرض او لمصلحة المصلحة بتاعته الاساسية هو انه يحصل على الاكل ويحصل على الحماية طيب الهوست ده هو بقى اللي هيصيبه يعني ايه اللي هينوبه ايه اللي هيحصله ايه اللي هيستفيده ولا اي شيء ده بالعكس هذا الطفيل لما يتطفل على الهوست وياخد منه الاكل وياخد منه الحماية مش يقول له الف شكر والسلام لا يا بشا ده يروح يعمل له امراض يسبب له امراض تمام؟ تمام يعمل له مجموعة من المشاكل او مجموعة من الامراض سهل الكلام؟ سهل الكلام ما اعتقد الكلام كده ايزي بيزي خالص ماشي يا بشا؟ ماشي لو جينا بقى تفتح بقى معا المذكرة لو انت كتبت الكلمتين دولة على جنب على فكرة ناسب الجزئية دي كلها هنضف فيها حاجات بعد من خلص المحاضرة هو ده اللي هيبقى الخلاصة يعني افتح بقى كده يا بشا معا المذكرة واول تعريف عندنا هو تعريف البرازايت واحدة واحدة بقى بعد اللي احنا عرفنا ده هو هتلاقي التعريف سهل خالص يعني يا دكتور برازايت هو عبارة عن الطفيلية فبرازايت هو يقولك هو عبارة عن الارجانزم يعني يا دكتور ارجانزم يعني الكائن الحي ما له قالك الكائن الحي اللي انت هتلاقيه عايش ان يعني داخل او ان يعني على سطح انظر ارجانزم كائن اخر يبقى كائن حي عايش داخل او على سطح كائن حي اخر تمام؟ الكائن الحي الاخر ده بقول عليه هوست تمام؟ طيب ليه يا دكتور سطح او داخل كائن حي اخر قالك والله عشان يستفيد منه and the benefits بيستفيد by driving ان هو يستمد منه in nutrition وay production. يبقى انا ككائن حي اراح عيش جوا كائن حي اخر او على سطحه عشان ااخد منه ieran workings يعني الاكل او protection يعني الحمادة. طيب انا لما دخل جواية كائن اخر عشان ياخد مني الاكل والprotection. ايه اللي حصل لي? انا الايه اللي استفدته? اعمل لي امراض بقى. ليه كأتيب لك الامراض ده هي يعني يا دكتور يعني على حساب الاخرين بمعنى ايه? لو انا افترضت مسلا ان في دودة معينة جاءت عاشق جوى جسم الانسان وخدت من جسم الانسان اكل. انت جا جسم انسان ايه اللي استفدته? ده انا حصل لي عندي نقص في الاكل. فممكن مسلا يبقى وزن بيقل. تمام? تركيز بيقل. ضعيف الجسم ضعيف البنية على ثبيل المساء. تمام? ده ممكن مسلا تعمل لي امراض. يعني ممكن الطفيل دهو يدخل مسلا يتطفل داخل جسم الانسان ويكسر لي قرات الدم الحمراء بتاعك. فيعمل لي مشاكل. يمثلا يكسر لي قرات الدم الحمراء فيعمل لي انيمية. يعمل لي نزيف فيعمل لي انيمية. يقفل لي مثلا مجرى الغذاء اللي هو Tylenstym فيعمل لي entestinal object يعني يعمل لي مشاكل. هي دي معنى كلمة ad other expensi. يعني على حساب الاخرين ممكن تقول كدو يعني هيعمل له امراض. هذا تعريف البرزايت. يبقى لا بايش انا ماجه اقول لك يعني ايه برازايت؟ هتقول والاي بكلمتين. ارجانزم بيعيش داخل ارجانزم اخر. اللي انا بقول عليه هوست. ممكن يعيش فين? تقول ممكن يعيش جواه او برا. طب دي يعيش ليه? عشان يستمد منه النيوتريشن والبروتكشن. طب ايه اللي هيستفيده الهوست? انه يحصل له امراض. بس. عبر بطريقتك. اللي مكتوب قدامك ده. بله وشرب ميته. مش عايزه. بس عبر بطريقتك لما اقولك يعني ايه برازايت او لما اجيب لك التعريف ده في الام سي كيو واقولك ده تعريف مين? طب انواع البرازايت ايه بقى? انا عندي يا باشا انواع من البرازايت. وعشان نفهم انواع البرازايت تعال اقول لك. انا هفترض معاك او هرسم لك مسلا الوقتي دورة حياة طفيل. خلص كده احنا خلصنا من البرازايت اول حاجة هو. يعني يعني التعريف. خلاص خدناه زي الفل. رقم اتنين اقول انا هنتكلم فيه في البرازايت هنتكلم عن انواع البرازايت. عشان تفهم معايا انواع البرازايت انا هرسم لك كده دورة حياة عبيدة خالص. اي دورة حياة في الدنيا بتبدأ بادلت. يعني يا دكتور بادلت. يعني هتبدأ بطفيل بالغ. حلو حلو. الادلت دوت لازم يكون ميل او في ميل. يعني هي معلومة مصحة قوي. ولكن لازم يكون في ميل. ادلت ميل. مع ادلت في ميل يا باشا. حلو حلو. هذا الادلت لما الميل ينضج والفي ميل ينضجهم ويتجوزهم. ايه اللي يحصل? تروح الفي ميل الجميلة الامورة اللي قدام ده هي. مطلعة بيض. بيض. حلو? البيض بقول على اجز. حلو? حلو. ممكن الاجز دهيت بقى تمام? تنزل تطلع تقع في الشارع. هنعرف الوقتي على تبيل المثال مثلا ان الانسان مثلا دخل جوا دودة معينة. فالدودة المعينة دهيت. رحت متحولة جوا جسم الانسان للصورة الادلت. الميل والفي ميل. راح الميل مخصة بالفي ميل. وراحت الفي ميل بيضة. راح الانسان عامل حمام منزل الاجز. ما يفرقش معي. المهم ان من دورة الحياة انه بيبقى عند ادلت. ميل بيخصف في ميل. بيطلع اجز. تقع الاجز ده. الاجز اللي قدامي ده هي تروح متشالة على شيء. تدخل جوا شيء اخر. حلو? الشيء الاخر اللي ممكن تدخل جواه على ثبيل المثال كوكع. بقول على الكوكع اسنيل. كوكع. الحتة دي زيادة بس عشان تفهم كزا مصطلح. اسنيل يعني يا دكتور اللارفة. اللارفة ده هي بتساوي ياركة. ياركة. هل? هل? تقوم اللارفة اللي قدامي ده هي الدخلة جواه الهوست المناسب ليها. تمام? تدخل جواه مين? جواه الهوست المناسب ليها. ولما تدخل جواه الهوست المناسب ليها تروح متحولة الى ادلت ولف بينها دنيا. دي اللي عليها دورة حياة. مش عادة تطول قوي في الكلام ده بس عشان تفهمه بس. حلو? حلو? طيب. ممكن في بعض الاحيان اللارفة ده هي تتاكل. تتاكل. حاجة تانية اللي تاخدها. زي مين? زي اللات اللي قدامك دي يا باشا. اللي انا برسمه دي يا باشا. بالزبط برابه عليك. زي السمكة اللي قدامك دي. زي الفش. حلو? حلو. وممكن الفش اللي قدامي ده هو تياكلها الهوست بتاعي. حلو? فتطلع اللارفة برضو. حلو الكلام. وتتحول لقضل ولف بين ادل. ممتاز? ممتاز. دي بقول عليها اللايف سايكل ده انا هشرح عليها باية المحاطرة. طيب انواع البرازيات ايه بقى? قال لك رقم واحد على حسب اللايف سايكلز بتاعتي هتكمل فين? فانا عندي اول نوع اللي بقول عليه. الاوبلي جاتوري برازي. واحدة واحدة. يعني يا دكتور اوبليجاتوري برازيات. مصطلح اوبليجاتوري يعني اجباري او الزامي. اجباري او. وبرازياتي يعني طفيل. يعني هو عبارة عن الطفيل الاجباري او الالزامي ليه عشان يعيش انه يتطفل على هوست. بمعنى ايه يا دكتور? يعني يقولك هو عبارة عن الطفيل اللي بدوم ما يتطفل ويدخل جوه هوست دورة الحياة بتاعته ده مش هتكمل. يعني عشان دورة الحياة ده هيتكمل لازم يدخل جوه ارجانيزم اخر او جوه عائل تاني اخر او كائن تاني اخر غيره عشان يكمل دورة حياته. بدون ما يدخل هنا ها دورة الحياة مش هتكمل. هو ده معنى كلمة برازي. فلو جلت بص في التعريف هتلاقي كاتبلك هو عبارة عن البرازي ماله. اللي كان نط لا يستطيع يكمل كومبيليت اللايف سايكل بتاعته دورة حياته بدون وزوت. يعني ايه وزوت? يعني بدون. بدون ايه دكتور? ما يعمل حاجة اسمها اكسي بلوتينج. يعني ايه كلمة اكسي بلوتينج بدون ما يستغل او بدون ما يخترق? انظر هوست. حلو? حلو. طب فرضا ما فيش هوست كتبلك السطر اللي بعده لو مقدرش يدخل جوه هوست كان نط. اوبتين هوست يعني لم يستطيع الحصول على هوست. يعني مش يقدر يكمل اللايف سايكل بدعة. يبقى انا ممكن اخلصها بكلمتين? اه ممكن اخلصها بكلمتين. هو عبارة عن برازايت. لو في هوست كده اهو شوف برازايت. في هوست? تقول له اه. يقولك في انكساة. في ريبروداكش. يعني في لايف سايكل هاتيكمل. تقول له مفيش هوست. مفيش هوست اهو اكسي مفيش هوست. يقولك مفيش انكساة. شكرا يا باشا. كده انا خلصت الوبليجاتوري برازايت. يبقى برازايت. ما يقدرش يكمل بتاعته بدون ما يدخل جوه هوست مناسب لي. انظر يعني هوست مناسب لي. لو ملاقاش هوست مش هيقدر يعمل ريبروداكشن. ده مين يا باشا? ده اول نوع اسمه الوبليجاتوري برازايت. ده بتاع نخش على النوع التاني. النوع التاني اسمه ايا دكتور. اسمه فاقلتاتف فقلتاتف برازايت. واحدة اوحدة. يعني ايا دكتور فاقلتاتف. فاقلتاتف يعني اختياري. بالضبط جدعة برفو عليك. زي ما جي في دماغك بالضبط. يعني اختياري. يعني هو عبارة عن طفيل يقدر يكمل دورة حياته جوه هوست. او من غير الهوست. فيه هوست يكمل عادي. ما فيش هوست ممكن يكمل عادي. يعني هو عبارة عن برزايد. ممكن الاقيه في صورة منصورتي. تمام? الصورة الاولانية فري ليفنج. يعني ايه فري ليفنج? حر المعيش. عايش في الطراب. عايش في المية. عايش في اي مكان. بس مش داخل كائن حي اخر. تمام? عايش الواحد فري. حر هو. او ممكن الاقيه جوه هوست. يعني متطفل على هوست اخر. فلذلك قلت اختياري. طيب. هو امتى يا دكتور امتى? الدودة بتاعتي او الطفيل بتاعي يقرر بدل ما هو فري ليفنج. يعني عايش حر. لأ ان هو يبدأ يتطفل ويدخل جوه عائل. قال لك والله هو ما بيلجأش للحركة ده ايه? الا لما الدنيا تقس عليه شوية. يعني ايه لما الدنيا تقس عليه شوية? يعني لما الظروف تبقى غير محببة. يبقى في حالات الانفيفرابل انفيروم منتل كونديشنز. يعني في الحالات البيئية الغير محببة. الطفيل بتاعي يقولك لأ بقى ده انا مش هعيش وكمل دورة حياة الوحدي لأ ده انا هدخل جوه كائن حي اخر اكمل فيه دورة الحياة بتاعتي ليه? لانه الظروف اللي موجودة حوالي غير مناسبة وهموت. فبيجري جاري يدخل جوه عائل عشان يحصل منه على اللي احنا لسه قيلينها ويقدر يكمل دورة الحياة بتاعتي. يبقى لما اقولك انا عندي طفيل يقدر يعيش لوحده او يقدر يعيش جوه هوست. اسمي ايه? تقول لي اسميه فاكالتيتيف برازايت. يبقى كان ممكن ليف فريلي يعيش لوحده او از ابرازايت كمتطفل على الهوست. امتى? لما الظروف البيئية تكون غير مناسبة. يبقى لو الدنيا حلوة يعيش حر. لو الدنيا قسط على شوية لأ يعيش في كنف ابوه. يعيش في كنف يعني انت مسلا يمعك فلوس لأ سايب البيت وماشي. ما معكش فلوس يترجع البيت زي كد. نفس الفكرة بالظلط. طيب. عمدنا بعد كده النوع التالي. كلام سهل? اتمنى. على فكرة احنا اخدنا اتنين رخيمين. النوع التالي. اسمه يا دكتور النوع التالي ده. اسمه الاكسي دينتل برازايت. واحد واحد. يعني يا?'اكسي دينتل بالخطأ بس خلاص كده احنا خلصت. بالخطأ بس. لما كده خلصت. يعني ايه دكتور? يعني هو طفيل بيدخل جوه الهوست. اللي بالنسبة لي. المهم بالنسبة لي هو الجسم الانسان. ما ليش دعوا هوصي اياه يكون بقرة كلب ما يولع البقرة لكلب انا بتاع بطريق. انا هامني الانساء. المهم لما يكون عنده طفيل هيدخل جوه جسم الانسان بالخطأ اقول عليهudible يعني بالخطأ. اشهر مثال عندي واللي هو كاتبго لك لارفا وانا قلت لك لارفا يعني ياركة ياركات الدبان الفولايس اللي بيحصله والله يا باشا الدبان بتاعك انت بتبقى سايب الاكل مكشوف فبيجي يعد على الاكل يأكل ويبيض طب هو بايد على الاكل عشان انت تبلع وتاخده لا مش فرق مع ان هو يخش جواك او ما يخشش جواك انت الانسان مش نظيف تيجي بالخطأ باي مستيك تاكل الاكل هزا الاكل اللي عليه ياركات الدبان فالياركات تنزل في المعدة بتاعتك فتلاقي ايه الحلوة الجمال الامار وده الامورة دي ايه يا جدع عن الاعضاء المقلوزة والجميلة دي فتروح الياركة اللي قدامك عملالك ايه عملالك العدوة بتاعتك يبقى العدوة حصلت هل عن طريق ان الطفل نفسه كان عايز يدخل جواك لا والله انت اللي دخلته او انت اللي خدته باي مستيك فبيقولك والله هو عبارة عن اولا نوعه هيبقى ايه ايه رأيك هيبقى فري ليفنج ولا برازيتك هو نوع الكائن اصلا يعني كائن حر المعيشة ولا كائن طبعه متطفن لا هيقولك اولا هو فري ليفنج ارجانيزم يعني ارجانيزم اصلا حر المعيشة مش محتاج حاجة من حد مش محتاج يتطفل على حد ايه اللي حصله قالك والله دخل انطر يعني دخل جسم الانسان هيومان بادي باي مستيك هي دي الكلمة المميزة اللي انا كنت بقولك عليها في اول الفيديو لما جيت اشرح ان كل كلمة او كل مصطلح انت بتدور على كلمة مميزة بتذكر يبقى انا لما جاء اشرح لك مثلا او اسألك سؤال في الامسك يو اسف واقولك والله كائن بيدخل جسم الانسان باي مستيك خلاص انا عارف ان هو اكسينتر مش عادة كتر من كده ولا سيبك بقى من البيض بتاع الدبان والكلام البطخ اللي تعطي تحفظ في ده هو دك مثال قالك زي اللارفة بتاع الفرح عشان تفهم التي بتدخل قالك هنا او بتتبلع وبتعيش في الانتستن في الامعاء بتاع الانسان تروح بقى تمسك بقى المذكرة وتمشي في البيت هو عبارة عن المثال اللارفة وتعطي تقتى في الكلام وتعطي تعمل كده يا ابني ده مثال يا حبيبي تعطي تحفظ فيه انا عايز كلمة واحدة يعني اكسينتر برزاية تقوله هو الطفيل اللي بيدخل جوا جسم الانسان عن طريق الخطأ شكرا طيب تعال عن اللي بعد اللي بعده يسهل خالص بره رقم اربعة قالك عندك حاجة اسمها تيمبوراري تيمبوراري برزاية يعني يا دكتور تيمبوراري قالك والله تيمبوراري يعني مؤقت يعني ايه هو عبارة عن البرزاية اللي بيزورك كل فترة وشوي كل شوية يشقر عليه زي النموس على فبيل المساء طب كل شوية بيجيلي يا دكتور عشان يكل منك اكل فبيقولك والله هو البرزاية اللي بيفيزيت يعني يا دكتور بيفيزيت يعني بيزور العائل بتاعه بس خلاص كده نخلص يبقى كده من مدة المدة او من وقت الوقت عشان ايه عشان ياكل بعد ما ياكل يمشي وبعد نخلص اكل يا باشا شكرا مع السلام يا باشا ده اللي بقول عليه اللي بعده سهل برضو رقم خمسة يعني يا دكتور يعني متخصص كلمة يعني متخصص يعني متخصص قال لك والله هو عبارة عن الطفيل التي لا يصيب الا سلالة واحدة بس يعني يعني طفيل بيصيب الانسان بس شكرا تجيله قطة كلب بتاع مالوش علاقة طب الطفيل بيصيب الكلاب بس ما يجيش للانسان بيصيب القطة بس ما يجيش للانسان بيصيب الابقار بس ما يجيش للانسان وهكذا فبقول عليه اسبيسيفيك بارازايت يعني اسبيسيفيك بارازايت يعني بي افكت يعني بيصيب انلي فقط وان اسبيشيز فاصيلة واحدة بس او وان خوص اسبيشيز تمام? اسبيشيز دي يعني فاصيلة واحدة بس طيب رقم ست هنعدي واحدة عشان ما نبقاش بس ماشي في المذكرة ستة وسبعة عشان ناخده عندينا بقى حاجة اسمها اكتو واندو بارازايت دي سهلة اكتو اندو بارازايت يعني اكتو اكتو يعني خارج طب يعني ايه اندو يعني داخل طب يعني اكتو بارازايت هو البرازايت اللي بيعيش في الخارج اما الاندو البرازايت اللي بيعيش في الداخل خارج او داخل ايه الهوست بتاعه فالبرازايت بتاعك اللي تلاقيه بيعيش يعني برا الهوست بقول عليه اكتو بارازايت طب البرازايت اللي بيعيش يعني داخل او بقول عليه اندو بارازايت سهلة دي سهل الكلام طيب. تعال بناخد اخير واحد. محتاجة شرح شوية دي. رقم تمانية. حاجة اسمها كبرو زويك. كبرو زويك برازايز. تمام? حل. واحدة واحدة. يعني يا دكتور كبرو زويك برازايز. احنا ان شاء الله وإذن الله في السنة جاية في سنة تانية يعني هناخد بعض انواع الديدان. اللي بتعمل ايا دكتور. هزيدي دان يا باشا بتتميز بان لديها القدرة ان هي بتعيش في الارجن الجميل الامور اللي قدامك ده اللي اسمه الليفر. بعدين مجموعة من الديدان بتعيش في الليفر بتاعك كده يا باشا. وبتحط في الليفر اللي قدامك ده الاجز. البيض. تمام? تمام. طيب. اغلبية الديدان انا لما باجا شخصها بشخصها عن طريق ايه? ان هو المفروض الدودة دخلت والميل خاصة بالفيميل وبعدين قمت الفيميل بيضة. فالبيض اللي قدامي ده في الغالب بتلاقي نازل في الستول. في الستول اللي هو البراز. فاجه بص في البراز. حل? لقيت ستول ايه اسف. لقيت في البراز بتاع بيض. بيض? اقول له روح يا باشا انت مصاب وعندك هذه الدودة. ما لقيتش عنده بيض. يبقى مش مصاب وما عملوش الدودة. يبقى العلامة على وجود الدودة هي حاجة من روحتها اللي هي البيض. تمام? تمام. طيب. في بعض الاحيان ايه بقى? بعض الديدان بتبقى عايشة في الكبد بتاع الحيوانات. فييجي مسلا انت حداتك تطبح الخروف جواه الدودة اللي قدامك ديها تاخد الكبدة بتاع الخروف. تعمل ايه بقى? ما تسويهاش. اول حاجة وما تطبخاش كويس لانك تفص. انسان تفص فتروح. هوب تيك بوم. واكل الكبدة دي تنية. بس الكبدة اللي انت كلتها نية كانت كبدة بطعم مين يا باشا? برافو عليك بطعم البيض. البيض بتاع الدودة. كبدة بتعم البيض. يوم ايه اللي يحصل بقى يا باشا? شو بقى اللي يحصل كلات. انت كلت الكبدة مسلا دخلت اهوة ده المعدة بتاعتك وبعد كده نخش على الانتستن اهوة. ده الانتستن بتاعتنا يا باشا. سمول انتستن نارجي انتستن. هوب فتحت الشرق شكرا. يبقى انا كلت الكبدة. ومين اللي نازل معها ادى كبدة بتعم البيض. تمشي 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 في القناة الهضمية بتاعتك هو. اللي يمتص يمتص واللي ما يمتصش ما يمتصص. وهب بومتك تنزل في مين يا باشا? تنزل في البراز اللي قدامك. تروح انت بقى الحصنة حظك تقول الى تعدي مثلا ابن خالتك ولا ابن عمتك فتح معمل جديد. فحاجز تتوجب معه تقول له معلش اعمل لتحليل براس. وانت لسه في نفس اليوم واكلت كبدة اللي بتعمية باشا البيض. فيقوم ابن عمك او ابن خالك ايا كان يقولك الف مبروك ده انا لقيت في البيض بتاعك بيض. اسف لقيت في الستول بتاعك بيض ديدان. روح ده انت عندك الديدان. انا اسألك سؤال هل فعلا انت عندك الدودة? يعني يعني هل فعلا انت جوة جسمك الادلت الميل والفينيل المتخصبين اللي عملين يبيضه? لا. اما اللي حصل ده هي بالصدفة البحتة انت حضرتك كالت برازايد كالتو توفيل او بيضة برازايد ونزلت في الاليمنتاري كنال. هي يعني ايه اليمنتاري كنال? اليمنتاري كنال يعني القناة الهضمية بتاعتك. بدون ما تعملك اي مرض يعني انت هل في الحالة داي عندك اي مشكلة? عندك اي مرض? اي بسولوجي بتعاني من اي شيء? لا والله ده هي حسن الحظ بس. ده اللي بقول عليه الكبرو زهيك برازايد. يعني الكاذب. الكاذب. او اللي ممكن يلاقيه في اللي ستول بس ما فيش فيه عدوة. احيانا بيسموه الفولز برازايد. يبقى البرازايد اللي هو عمل حاجة بس واحدة بس. زارك. انا رايح فين? انا راجع تاني. السلام عليكم ورحمة الله. دخل وطلع على طول بدون ما يعمل اي امراض. فبيقولك البرازايد جاست. الذي جاست. فقط باص. يعني عدة من الاليمنتري كنال بدون 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 ايا دكتور بدون ما يعمل اي امراض. بدون ما يصيب الهوست ويعمل في اي مشاكل. وده لك المسال عندك ومين? المسال عندنا يا باشا هي البيض. وده سؤال مهم جدا 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 في الامسيتيو بيحبه اوي في الامسيتيو. ادى انواع البرازايد بتاعتك. عشان احنا طولنا اوي في الجزئية دي. هقولهم عاستالي. انا بص. انا اقشى ما اقشى ان انت بص. انا وجهة نظر المقتنعة. اللي بيخلي الانسان يكمل في مادة او يقراها او يحبها هو الشخص اللي اسمع له الشرح. فها مش عايزك تسمع مني اول فيديو ليه جبارة تقوله وانا ما انا مذاكرها. انا مش عايز كده هو اه انا طولت شوية ممكن الحتة دي كانت تشرح في نص الوقت ده. بس مش في الاول. هتكره المادة. ما نمشي شوية في المادة? لا. اه ممكن نبقى ايه نصرر على الريتم شوية. يبقى انا عندي ابليجاتور يبقى رزايت. يقولك فيه هوست تقوله اه يقولك هنمو. مفيش هوست لا يبقى اللايف سايكل بتاعت اتضربت بالجزمة. فقل تيتي بقولك عادي مش فرقة معي. او ممكن اعيش لو واحدي واكمل اللايف سايكل بتاعتي او ادخل جوه هوست واكمل اللايف سايكل عادي خالص. فبقول عليه فقل تيتي بالاختيال. واحد يقول لك والله انا عايش في حالي انت اللي بلعتيني دي اللي بنقول على axidental host. يعني دخل جوه جسم الانسان بالخطأ. By mistake. النوع التالت او قاسف النوع الرابع temporary. اللي يزورك من حين لاخر عشان يأكل منك. لكنه الاكل اللي هو عايزه. النوع الرابع او الخامس برضه قاسف المتخصص. يعني ايه متخصص الذي لا يصيب الا نوع واحد فقط من الكائنات. النوع بقى السادس والسابع واحد بيعيش جواك فبقول عليه اندو واحد بيعيش براك فبقول عليه اكتو النوع الثامن اللي هو الكذاب الكبروزيك يعني ايه يعني 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 تيجي ببصت في اللستول لما تحلله براز تلاقيه موجود في اللستول بس هو مش عندك عدوة يعني تقول انت عنده عدوة هو ما عندهش جوة تمام فبنقول عليه الكبروزيك يعني كل اللي عمله دخل بس عده في الاليمنتر الكانال بدون ما يعمل اي انفكشن تمام كده يا بشا تمام كده احنا اتكلمنا على مين على طيب اوف برازايل طيب احنا دلوقت يا دكتور من اول ما بدأت المحاضرة وعملت تقولي هوست 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 عايزين نعرف بقى انواع الهوست ايه والرسمة ده هي بقى هتخلط لنا الدنيا دي كلها بص بابش يلا طيبس اوف الهوست انواع الهوست ايه انواع العائل بتاعي طيبس اوف هوست انواع العائل ايه بص بابش انت عمدك ست انواع من الهوستة. اول نوع بقول عليه definitive definitive host. يعني يا دكتور definitive host اكتب تراجع جنبها العائل الاساسي. طيب واحدة واحدة نفهم الاول وبعدين نكمل. يعني يا دكتور عائل اساسي. هو عبارة عن العائل اللي بيتكون فيه اهم خطوة في حياة الطفل بتاعي. لو انا جيت بصيت معاك ايه اهم لحظة واسعد لحظة في حياة الطفل. اسعد لحظة في حياة الانسان يوقف. طربوا عليه زي ما انت قلت. هو انه الميل يقابل الفميل وينشى ما بينهم قصة عشق قصة حب ويتجوزوا. العائل اللي بيحصل فيه الخطوة ده هي. لان الخطوات اللي قدامك ده مش لازم تحصل في نفس العائل الواحد. لقى ممكن تحصل داخل اكتر من عائل. فالعائل اللي بيحصل فيه خطوة الجواز يعني العائل اللي بيبقى موجود فيه الادلت الطور الناضج الطور الناضج في دورة الحياة هو ده العائل الاساسي. فلما باجى بص هنا هو اشوف الادلت ده موجود فيه. لو موجود جوه بقرة يبقى البقرة العائل الاساسي. لو موجود جوه كلب يبقى كلب العائل الاساسي. بس يعني ايه من معمولة صح قوي. بس اللي هو من الاخر كده. لو موجود جوه انسان يبقى الانسان هو العائل الاساسي. ماشيه? هفهم انك اكتر واكتر الوقت. يبقى تاني هناو يعني ايه بقى يا دكتور definitive host قالك والله هو عبارة عن الhost in which اللي فيه البرازايت بيوصل للنضوك الجنسي sexual maturity يعني النضوك الجنسي يعني النضوك الجنسي يعني من الاخر بيبقى القضلت بتاعي موجودة يبقى العائل اللي فيه القضلت بقول عليه definitive host العائل اللي بيحصل فيه تكاثر جنسي بقول عليه definitive host شكرا بتجي في الامسي كيو طب تاني نوع intermediate host يعني intermediate intermediate ده باشا يعني وسيط العائل الوسيط اكتبك لهو العائل الوسيط هو العائل اللي بيلعب دور وسيط في اللايف سايت هو دور مهم بس وسيط يعني يا دكتور وسيط يعني العائل اللي مش دوره اساسي يعني اللي مش باهمية العائل اللي جواه الميل بيقابل الفيميل وبيخصط ده يمين بقى؟ يقول لك من الاخر بقى هو العائل اللي بيتكون فيه الطور ما قبل مرحلة البلوغ يعني ما هي الدودة مش هتبقى قضلت فجأة بتعدى بمرحلة مرحلة ايه؟ ان هي بتبقى يرقة فيقول لك العائل اللي بتتكون جواه اليرقة ده بقول عليه العائل الوسيط يعني العائل اللي بتدخل جواه البيضة ويتكون جواه اليرقة زي على فبيل المثال من اللي انا رسمولك القوقع ده يعتبر انتر ميديد هوست طيب هل اليرقة ده هي؟ يعني لما يبقى عندي جواه القوقع ده ويرقة واثنين وثلاثة تقدر اليرقات تتجوز مع بعضها وهي تتكاثر جنسيا؟ لا طبعا لانها لسه ما نضقتش هل لو انت عندك سنة ولا سنتين تقدر تتجوز وتجيب عيال؟ لا طبعا لسه ما نضقتش لسه لما تنضج وتقابل الفيميل وتتجوزهم ساعتها تقدر تجيب ولا؟ نفس الفكرة بالضبط فبيقولك الانتر ميديد هوست هو عبارة عن الهوست اللي بيبقى جواه مين يا باشا؟ بيبقى جواه الطفيل في الصورة الغير ناضجة اليماتيور أو في صورة لارفا يعني في صورة يرقة هل بيبقى هنا موجود الادلت؟ لا طبعا الطب الارفا داي هل يمكن ان تتكاثر جنسيا؟ لا ما تقدرش تتكاثر جنسيا يبقى ما تقدرش تتكاثر يبقى لا اسكشوالي تتكاثر جنسيا. أما اللي بتتكاثر ايه؟ لا جنسي اسكشوالي يعني cheers認flanجة يعني يرقة تبقى ياراقتين والياراقتين دي تبقى اتنين وده تبقى اتنين يبقى الاتنين يبقى اربع والاربع يبقى 8 والتمانين يبقى 16 وهكذا تكاثر لا جنسي يبقى العائل اللي بيحصل فيه الاسكشول ريبرودكشنز ده عائل وسيط وليس عائل أساسي طيب لما اليركة الوحدة تبقى 2 واللي 2 يبقى 4 واللي 4 واللي 4 واللي 8 واللي 8 واللي 16 واللي 16 واللي 32 يبقى أنا بعمل ايه باشا؟ يبقى أنا بقطر من أعداد اليركات عشان أكقطر من أعداد الناس اللي هصيبها فبيقولك ممكن تسمي العائل الوسيط ده العائل اللي بيكتر اللي هو أو العائل المضاعف اللي هو الامبليفير علم عليها هوست يبقى العائل المضاعف يعني اللي بيكتر أو اللي بيضعف لك العدد بقولي عليه الامبليفير هوست يبقى ثانية واحدة بس عشان نخلص من حتة دي من اللي فيه الأدلت العائل الأساسي من اللي فيه اللي تكاثر الجنس بيحصل هو العائل الأساسي أما من اللي فيه اللارفة هو العائل الوسيط من اللي بيحصل فيه التكاثر الاجين سيء والعائل الوسيط من اللي بقولي عليه الامبلفير هوست والعائل الوسيط شكرا طيب ثانية واحدة ماشي لا ما طاولناش اول انا خايف لانا كنت مفكر احنا بقى لنا ساعة نخش في اللي بعد نخش في الموضوع طيب رقم ثلاثة بص بقى الدنيا تحلوة اكتر ريزر ريزر فوار هوست ريزر ناسف ريزر فوار هوست طيب العائل المغزن من الاخر كده ريزر فوار يعني مغزن اكتب كده هو جنبها العائل المغزن دي اللي بقول عليه ايه يا باشا دي اللي بقول عليه الريزر فوار هوست يعني ايه ريزر فوار هوست يعني العائل المغزن ماشي ماشي ثانية واحدة طب يعني يا دكتور العائل المغزن بص كده هو هو يعني ايه يعني يعني العائل اللي بيبقى جواه القضل العائل اللي بيحصل جواه تكافر جنسي طب ايه فرقوا ما بين وما بين الديفينتف هوست هو ان ده بيبقى حيوان يبقى الريزيرفوار هوست هو هوه الديفينتف هوست بس في مين في أنيمال يبقى وانا بذاكر ايه اللي يفرق لي الريزيرفوار من الديفينتف كلمة أنيمال طب ايه الفكرة العامة يقولك والله هو عبارة عن عائل جواه الأدلت عمال يتكافر ويخصب في الميل يخصب الفيميل ويطلع بيض فالبيض يصيب آخرين يعني مصدر للعدوى عارف اللي هو ايه كده يعني ايه كده مثلا عندك مثلا فابيني المثال بقرة البقرة ده هي تعمل كل واحد يسلم عليها تعمل له عدو فيقولك دي يتمغزن للعدوى هي سليمة بس عمال توزع العدوى وتصيب اي حد يلمسها فبنقول عليها ريزيرفوار هوست طب هي عمالة تصيب الناس لي لان جواها الطور الناضج اللي هو الأدلت طب الطور الناضج بيعمل ايه عمال يوزع بيض فالبيض عمال يعدي الناس فبيقولك والله الانيميل الحيوان ده تعريف الريزيرفوار زاد هاربرز الذي يحمل البرازايت يبقى الانيميل اللي بي هاربرز او كاري عادي خالص البرازايت حلو حلو وعمال يعمل ايه دكتور هذا الحيوان قالك وباستمرار يعتبر مصدر للانفكشن يعني مصدر دائم للعدوى للانسان يعني كل ما الانسان هيقرب منه هيتعدمي فبقول عليه ريزيرفوار يبقى في كلمة ريزيرفوار أنا بدور على ايه باشا بدور على انيمال انيمال شكرا طيب تعالى بعد كده نتكلم على النوع رقم اربعة النوع رقم اربعة اسمه ترانسبورت ترانسبورت يعني العائل الناقل اللي بدلعه بقول عليه باراطونيك بقول عليه ايه باراطونيك هي هي كلمة ترانسبورت هوست باراطونيك هلو الفكرة العامة بقى بص كده معي ارايق ارايق لما اللارفة ده هي تطلع هلو وتقوم السمكة اللي قدامي وكلها كلت اللارفة هلو فقامت اللارفة اللي هي الياركة دخلها جوا السمكة جدا دخلت جوا السمكة تعمل ايه ولا اي حاجة قعدة يعني يا دكتور قعدة يعني قعدة منتظرة حمار ياكل السمكة هوست ياكل السمكة ايا كان من الحمار يعني لو كان الحمار ده الانسان مش فارق معاه لو كان الحمار ده هوت البقرة مش فارق معاه لو كان الكلب مش فارق معاه لو كان القطة مش فارق معاه المهم انه هو هيبقى حمار هوست مناسب لها ياكل هذه السمكة فلما ياكل السمكة تقوم اللارفة طلعة ومتحولة لأدلت ومكملة بقصة دي يبقى السمكة في الوضع ده هو اسمها ايه ناقلة للمرأة ناقلة للمرأة طب تقدر تقول لي إيه اللي اللارفة استفادته طب ليه اللارفة تخش جوا السمكة قال لك والله هي بتخش جوا السمكة عشان تفضل حية alive and viable يعني لديها القدرة إن هي تصيب آسف إن هي تصيب الهوست بتاعها إيبا بيقول لك والله يعني إيه transport أو paratinic host يقول لك والله هو الهوست اللي بيحتوي على herbs the parasite هلو؟ هلو ولكن البرازيت هو جواه لا ينقسم قاعد في حاله جواه في حالة arrest يعني إيه يعني يعني بتاعة الانقسام بتاعته يعني وقفة حالة الانقسام أو التضاعف بتاعته وقفة ما بيتضاعفش طب إيه أهميته بالنسبة للبرازيت هذا الهوست إن هذا البرازيت بيرمين بيظل alive عايش وبالتالي يقدر يعدي بعد شهر اتنين تلاتة إلا هيكله فاللي كله لو كلب يعدي لو قطة يعديه بشرط طبعا إن يكون الكلب أو القطة مناسب لي يعني هو أصلا مثلا ما بيعيش غير جوا كلاب فهيستنى لحد الكلب يقل فبيقولك والله هذا البرازيت بيرمين بيظل alive حي وفيه الحيوية والنشاط ومستعد إن هو يعمل إيه ينفكت ينفكت من العائل المناسب لي فبقول عليه transport host يبقى أنا ما أجا أقول لك في الامتحان ال host اللي اللرضة أو البرازيت بتاعي بيبقى في حالة arrest of development اسمه بس هي ده الكلمة اللي أنا بضعر علي طيب تعالي نخش على النوع الخامس النوع الخامس بقى بقاشا اسمه أهو الفيكتور الفيكتور يعني يعني الشيال أو النقل بقول لك والله الفيكتور داي بتتقال على أي حشرة يعني arthroboots بتشيل البرازيت وتنقله من شخص لشخص from one host يعني من عائل للأنصر يعني من آخر إيه لما يبقى في عندها حشرة هي اللي بتنقل البرازيت من إنسان لإنسان آخر ساعتها بقول على البرازيت آسف على الحشرة داي فيقول لك arthroboot host اسمه إيه فيكتور يبقى العائل اللي من نوع arthroboot نوعه إيه فيكتور شكرا بس يبقى فيكتور يعني arthroboots طيب تعني خش على آخر واحدة بسيطة ومحتاجة تركيز did end host يعني إيه did end did end يعني من الآخر كده هو عبارة عن العائل التي تتوقف عنده دورة الحياة يعني بص كده هو عائل بيخش له أي حاجة من دول وساعة ما يخش له شكرا قطعت أنت دورة الحياة اللي قدامك ما عاش تكمل بصورة اللي قدامك دي أو بيقولها بطريقة تانية العائل اللي لما يخش له الطفيل ما عادش يقدر يطلع يصيب أي عائل تاني غيره يعني يعني افترض مثلا أنا كإنثان هو ده يخلي طفيل شكرا ما عادش يقدر يطلع مني ويصيبني طب إيه السبب قدامه حل من حل لمثلا يموت اللي بيخش جواه ويموت معاه للي بيخش جواه هو اللي يموته يبقى العائل اللي عنده دورة الحياة بتتوقف يعني دورة الحياة بتتوقف يعني طفيل ما عادش يقدر يطلع منه ويعدي عائل آخر بقول عليه العائل ده إيه نقطة إنها يعني عارف لما أجا أقول لك إيه الطريق ده يعني آخره كده مقفول مش تعرف تروح شمال ولا يميل يا دي نفسي الفكرة بالضبط فتلاقي كتيب لك والله ببساطة خالص هو مين يا دكتور هو العائل اللي ما يقدرش ينقل العدوى الهوست آخر يعني ما يقدرش ينقل العدوى لعائل آخر ميش معنى لأنه عند هذا الهوست اللي بيحصل حلقة العدوى بتنتهي بتتقطع يعني العائل اللي ما يقدرش يعدي حد تاني العائل اللي العدوى معديش تقدر تطلع منه ويعدي أي هوست تاني بقول عليه تمام كده باشا زي الفل مية مية يبقى أنا عندي الوقتي آخر مرة قبل ما نقرأ المذكرة بتاعتي كم عائل ده اللي في الأدلت ده اللي بيتكافر في سيكشوالي انترميديت هوست ده اللي في اللارفة الإماتيور اللي بتتكاثر اسيكشوالي وبقول عليه الأمبليفاير هوست طيب ريزرفوار هوست ده اللي جوه الحيوان وفيه الأدلت وعمال يوزع العدوى كونتينيو السورس ترانسبورت أو باراتينيك هوست هو عبارة عن الهوست اللي مين اللي اللارفة بتخش جوهه أو البرازات بيخش جوهه وبيبقى في حالة وبيظل منتظر الهوست المناسب عشان يعدين عايزك تذكر كده عايزك تذكر كده يا باشا يعني ايه فيكتور بس ما تكملش يعني ايه هو عبارة عن العائل اللي ما يقدرش ينقل العائل أخ وعنده سلسلة العدوى بتاعتي بتتكسر يبقى تمام يلا يا باشا نقرأ المذكرة بتاعتي بص يا باشا في الأول كده هتلاقي بيقولك يعني ايه ميديكال بارا فيتولوجي قلنا هو العلم الذي يهتم بدراسة التفايليات الطبية هذا الساينس بيانكلود ثلاثة مجموعات كبار الهلمنسز يعني الديدان او الورمز ايه البروتوز هو الاوليات والارث روبودز تمام كده اللي هي عبارة عن الحشرات تمام بيقولك بقى الارث روبودز بتشتغل كايه كبكتوري تمام يبقى ضاير اكتليكوزيس ممكن تسبب امراض بصورة مباشرة او هي اللي بتنقل الباسوجينز فبقول عليها فيكتور طيب تعريف البرازيت هو اي ارجانزم اي كائن حي بيعيش جوة كائن حي اخر او على سطح يا بقى In or In طيب الكائن الحي الاخر اللي بيعيش عليه طيب بيعيش عليه يا دكتور عشان ماذي يستفيد اللي هو يستمد المواد الغذائية اللي هو الحماية على حساب العائل الاخر اللي بيخش جوة شكرا طيب انواع البرازيت بتاعتي ايه قالك اول نوع بريجتوري بروزاي اللي هو الااجباري تمام الااجباري يعني يا دكتور قالك والله هو نوع من انواع البرازيت اللي مايقدرش يهوه كان نطر قائل انه يكمل دورة الحياة بتاعته بدون ما يخزو او يدخل جوه مناسب. تمام? حلو. طيب. لو ما فيش يبقى ما فيش اي يعني لم يستطيع الحصول او يدخل جوه سوف يفشل يعني ان هو ينقص. شكرا. اما للفاكالتاتب ده والله اختياري فاكالتاتب يعني اختياري يقدر يعيش حر في المياه وفي الطراب. او ممكن يعيش كمتطفل داخل الهوست لما الظروف البيئية الخارجية تبقى غير مناسبات. شكرا. بندور على كلمة. هو عبارة عن يعني عايش حر ارجانزم يعني كائن حي بيخش جسم الانسان بالخطأ. والمثال عندي هو يرقات البويضات اللي انت بتبلعها بالخطأ وبتعيش في بتاعتك اللي هي المعدة بتاعك. طب يعني بيزور الانسان من حين لاخر او العائل من حين لاخر يبقى وانطيم للانظر يعني من حين الى اخر عشان ايه عشان الغذاء وبعد كده بيسيبه ويمشي. لا يؤثر الى على وان هوست فقط على نوع واحد فقط طب يعني ايه كبرو زوية تمام كده? حلو. البرازايت او حاجة اسمها سوبيوراس. قالك والله هو عبارة عن البرازايت اللي بس كل دوره ان هو يعدي في الاليمنتاري كنال في القناة الهضمية بتاعتك وما يعمل لكش اي عدوى وانت تعمله يعني تتعرف عليه. زي يمين? البيضة بتاع الانيمال ليفرز اللي بتبقى عايشة فيه كبدة الحيوانات وانت تكلها مش مطبوخة كويسة وطبختها كويسة اتموتها تكسر الديد ديباش او ممكن ببعض الاحيان ما تسويهاش كويس ماشي. اكتوب بارازايت يعني عايش او او انسايد البادي. طب انواع الهوستات ايه? الديفنة بوست اللي هو الحائل الاساسي. قالك الهوست اللي بيحتوي على الهوست اللي بيوصل فيه التفيل بتاعي لسيكشوال ماتيوريتي. الهوست اللي بيحصل فيه تكاثر جنسي. طب يعني ايه انترميديد هوست? الهوست اللي بيحتوي على الصورة الغير ناضجة من الطفيل بتاعي اللي هو الصورة اللارفا. الهوست اللي بيحصل فيه تكاثر لاجنسي يبقى مالتبلاي اسيكشوالي انويتش البرازايت يعني الطفيل بيمالتبلاي يعني بيتكاثر اسيكشوالي يعني لاجنسي. وعشان كده بقول عليه الامبلفاير هوست يبقى اولسو ترمدوا ايضا ايضا بيسمى بالامبلفاير هوست يعني بالهوست المكثر او المضاعف. تمام? تمام. طب الريزيرفوار هوست هو عبارة عن حيوان بيحتوي على البرازايت في صورة الادلت وبالتالي بيشتغل ككونتيني والسورس كمصدر دائم للهيومن انفكشنز للعدوى داخل جسم الانسان. طب يعني ايه باراتينيك او ترانسبورت هوست هو الهوست اللي بيحتوي على البرازايت بهير بورز يعني يحتوي على البرازايت بس في صورة ايه؟ يعني في صورة لا ينقسم. البرازايت كل اللي بيعمله انه بيبقى يعني عايش حي وبالتالي جهز انه هو يعدي عائلات اخرين. هو الهوست اللي في البرازايت بتاعي ما يقدرش يتنقل من الهوست ده الهوست اخر يبقى الهوست اللي منه العناصر المعدية لا تستطيع الانتقال بالهوست الهوست اخر. يعني انسان ما يقدرش يوعد اخوه الانسان ساعتها باعتبره بتاعني انه حلقة العدوى الانفكشن تشين اندس بتنتهي في هوست واحد ده تعريف وده تعريف تاني وده مهم جدا. يعني ايه فيكتور قالك هو بس يبقى هو عبارة عن حشرة حلو اللي بتعمل ايه دكتور اللي بتنقل البرازايت اللي هو الطفيل من هوست من عائل لعائل اخر. تمام كده يا باشا؟ تمام. كلمة يا باشا كلمة والكلام متلون قدامك اهو بالطفيق يا شباب ان شاء الله.